اشتركوا في القناة كل يوم امتلقت الارض شر قدام الرب فسد كل البشر شوف الوصف يا أسيس نزار قد ايه قد ايه بيوضح ان كمية الشر خلال حوالي 1600 سنة من آدم الى نوح زادت جدا 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 فالله قرر انه يعاقب الشر والقاية اللي انا قسا انتبعت لها انه افسدت كل الارض بالضبط عشان كده التفان هيغطي كل الارض وهيعاقب كل الارض فكلمة كل هنا مهمة قوي انه الارض كانت ملعونة كمان بالضبط واللعنة دي الانسان اللي عاش في الوقت ده زودها بالشر بتاعه قدام الرب فكانت النتيجة ان الرب قال ان انا هقضي على الانسان تعال نشوف الهدف من التفان هنلاقي في عدد السبع الرب بيقول خلي بالك عايزين نعد على صوابعنا دلوقتي فقال الرب امحو عن وجه الارض الانسان الذي خلقته مع بهائم دبابات طيور السماء لاني حزنت اني عملتهم الحزن هنا مش معناه ان انا ان الرب يعني زعل لا معناها انه محققوش الهدف الا الله عملوا عشانهم فهيبيدهم فالتفان لازم يبيد الانسان مع عدد الناس اللي في الفلك يبيد دبابات الارض يبيد الطيور واكتر من كده عدد 13 فقال الله ننوح نهاية كل بشر قد اتت امامي لان الارض امتلقت ظلمة منهم فهانا مهلكهم مع الارض فالقشرة الارضية هتتأثر بالتفان فالحاجات اللي هتتأثر بالتفان هو الانسان البهائم دبابات الارض طيور السماء الارض نفسها وده اللي زي ما بنقول في الفترة اللي اتكونت فيها القرات والجدول الجيولوجي وطبقات الارض دي كلها من تأثير طفان نوح الطفان الكارثي